في أول عيد يأتي بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة يحيي الفلسطينيون عيد الأضحى في غزة بين طيات رائحة البارود والدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 51 يوما إلى أنهم أصروا على الاحتفال بالعيد على الرغم من الألم والمآس الدامية حرقت وقصفت وتدمرت جميع أركان منازلنا ولكن إرادتنا لم تقصف فإرادتنا باقية وعزمتنا باقية ورغم القصف ورغم الدمار إلا أنه قررنا أن نعيد في نفس البيت اللي إحنا ربينا فيه إحنا وأطفالنا ونساءنا ونعايش فرحة العيد المنزوجة بالألم إحنا برضو سبتين على عرضنا ومنضحي ومنقدم الواجب رغم الدمار يصر فينا أما الأطفال الذين حرمتهم الحرب من فرحة عيد الفطر فلم تفارق مخيلتهم مشاهد الدمار وأصوات الصواريخ آملين بحياة ملؤها الأمل والحياة الكريمة اليهود قصفوا دارنا أحرقوا الأوائع واللعب ونفس أعيدوا وألعب بالشارع أنا ساكن في منطقة منكوبة واليهود قشوا عليها وقصفوا ضونا وقصفوا ملابسنا وألعابنا وإحنا اليوم نجينا عليها عشان نعيد أما هنا فاستمرت الجمعيات الإغاثية بذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر المحتاجة والفقيرة والذين تهدمت بيوتهم خلال العدوان جمعية حصاد الخير وبدعم وتمويلا من حركة المجتمع السلمي الجزائرية قامت بمشروع الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب خاصة بعد الحرب الأخيرة على القطاع نقوم بمشروع الأضاحي والذي مؤولى من حركة المجتمع السلمي بالجزائر وهذا ليس غريبا على الشعب الجزائري لأن الشعب الجزائري الذي قدم وشارك في عملية البناء في الحرب السجيل الماضية وقدم المساعدات الكثيرة للشعب الفلسطيني من المساعدات والسلة الغدائية وغيرها ويبقى الشعب الجزائري في طليعة الشعوب التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني في كل مناسبة تامر لباد قناة الوطن الجزائرية غزة فلسطين